السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلاب سنة أولى سنوي النهاردة بقى محاضرة النهاردة ما ينفعشي أصلا تتشرح على الصبورة طب ليه مستر ما ينفعش تشرح على الصبورة إيه اللي هيمنعك أنك تشرح على الصبورة هقولك اللي هيمنع أنه أشرح لك على الصبورة النهاردة أنه أنا هتكلم معاك في حاجات أنا محتاجك تبقى مركز معايا على كلام مكتوب قدامك وأنا هشاور لك عليه ده رقم واحد رقم اتنين كمان أنه الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة فيه حاجات كتير عايزة حفظي يعني فيه حاجات كده هنقاط معينة هحددها لك في البيدي ايفي اللي قدامك ده وأقولك بص دي حفظ دي لازم تتحفظ فاركز معايا كده كلمة كلمة أولا عنوان الدرس أو عنوان الموضوع أو الجرامر بتاعنا النهاردة countable and uncountable nouns يعني إيه countable and uncountable nouns يعني الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد كويس جدا هو فيه حاجات تتعد وفيه حاجات ما تتعدش طبعا يا سيد وما ليه عندك حاجات تتعد زي الكراسي والترابيزات والبناء أدمين والفراخ والفواكه والخضروات الحاجات دي كلها تتعد وعندك طبعا حاجات ما بتتعدش وهقولك مين هما دلوقتي بس خليني الأول قبل ما اتكلم معاك في الموضوع ده أوضح لك نقطة مهمة جدا أنا عايزك تركز معايا سيبك من اللي قدامك دلوقتي واسمعني اسمعني بس خلي ودنك بس هالي معايا الحاجات اللي ما بتتعدش لازم تاخد لها تلات مسلمات تلات حاجات بعد ما هنعرفهم أنا وإنت بعد شوية اللي ما يتعدش تحفظ ليه تلات حاجات أولا كل شيء لا يعد يعمل معاملة المفرد تاني كل شيء لا يعد يعمل معاملة المفرد هدي لك مثال مثلا ووتر يعني مية والمية ما بتتعدش لأنها من السوائل وانا بعد شوية هقولك أن السوائل من الحاجات اللي ما بتتعدش السوائل مثلا اللي هي ووتر ينفع أقول ووتر جمع يعني قل لك لأ طيب ليه تعامل معاها على أنها مفرد يبقى كل شيء لايعد يعامل معاملة المفرد ممكن تحفظ الكلام ده معايا ترددو توقف الفيديو وتقولو معايا كل شيء لايعد يعامل معاملته المفرد برافو عليك كل شيء لايعد لا يفرد يعني لايوضع قبله A أو AN يعني ايه? قل لك عشان A أو AN دي معناها One أنا لما بحط A مع حاجة تبقى معناها One يعني مثلا A book يعني اكتب واحد an apple يعني تفاحة واحدة an orange يعني برتقالة واحدة فمعنى ان احط a او an قدام الاسم او قدام الكلمة ده معناها انها مفرد والحاجات اللي لم تتعدش ماينفعش اقول a ماينفعش يا سيدي اقول water يعني مياه يعيب عليك طيب التالتة بقى كل شيء لا يعد لا يجمع باس ماينفعش اخليه اسم جمع يعني ماينفعش احطله اس جمع يعني ماينفعش اقول waters ميات لا يبقى نحفظهم تاني كل شيء لا يعد يعمل معاملة المفرد كل شيء لا يعد لا يوضع قبل هو اه او ان طب اش انت لسه بتقول يعمل معاملة المفرد طب ما هو اه او ان بتاعت المفرد اقول لك يعامل لكن هو مش مفرد هو يعامل زي المفرد يعني لما نقول از ولا ار لا نختار له از نعمله على انه مفرد ناخده على قد دعاله ونقوله عليه انه هو زي ما يكون مفرد انما هو اصلا لا هو لا يعد له مفرد ولا هو جمع كل شيء لا يعد يعامل معاملة المفرد كل شيء لا يعد لا يفرد اي لا يضع قبله اي او اي او اي وكل شيء لا يعد لا يجمع وما يضفلوش اس طب ماشي خليك زي ما انت برضو مسلمني ودنك ومش بصص على الشاشة من الحاجات اللي مش ممكن تتعد اقول لك يا سيدي السوائل لا تعد السوائل كلها الغازات لا تعد الغازات كلها زي اكسجين ونيتروجين وهايدروجين وكاربون دايكسايد يعني الهوى اي حاجة فيها هوى كده لا تعد السوائل كلها والغازات الاشياء الصغيرة ابتداء من مكرونة وانت نازل والرز والملح والسكر والتراب والرملة كل دا لا يعد المواد الخام تقول لي لا المواد الخام زي ايه اقول لك يعني مثلا الخشب الحديد تقول لي لا ما انا بعرف عد الخشب الحديد اقول لك انت بتقطعه القطع وتعد القطع انما الخشب نفسه لو ديتك كتلة خشب وقلت لك عدلي جوازايقات الخشب اللي فيها مش هتعرف فيبقى تاني نعدهم عشان نحفظهم الحفظ اللي انا بقوله ده قبل ما نبص اصلا في الشاشة قبل ما نبص في المحاضرة لأ انا عايزك تحفظ لأنا بقوله ده الاشياء التي لا تعدag السوائل الغازات الاشياء الصغيرة المواد الخام الوجبات والاكلات ايه مستر ليه الوجبات والاكلات قال لك يعني هتينفعت عد الملوخية يا فاند طبق ملوخية قدامك تعرف تعده مش هتعرف البامية تعرف تعد طبق البامية مش هتعرف يبقى الوجبات والاكلات الاطعمة يعني عموما طيب ايه كمان قالك المواد الدراسية لا ما أنا بعرف عدي المواد الدراسية آه أنت بتعرف تعد كم مادة إنما لو ديتك English وقلت لك عديلي الإنجليزي ده هتعرف لو قلت لك عديلي العلوم Science هتعرف لا المواد الدراسية لا تعد اللغات لا تعد English و Arabic و French والحاجات دي لا تعد الأسماء المعنوية يعني هي مصطر الأسماء المعنوية اللي هي الحاجات الغير ملموسة اللي ما تقرفش تمسكها بإيدك Love الحب Democracy الديمقراطية Information المعلومات knowledge المعرفة knowledge الحاجات دي ما تعرفش تمسكها وبالتالي هي معنوية غير ملموسة وبالتالي هي لا تعد يبقى الأسماء التي لا تعد تشمل مين نقولهم كمان السوائل الغازات الأشياء الصغيرة عدة معايا المواد الخام أدي أربعة الأطعمة والواجبات أدي خمسة المواد الدراسية أدي ستة اللغات أدي سبعة وحطيلي بقى شوية أسامي كلمات عندنا احنا في العرب ممكن تعدها عندنا احنا في الانجليزي بقى في اللغة الانجليزية لا تعد زي ايه يا مستر الحاجات اللي ممكن نعدها في العربي لكن في الانجليزي لا قال لك مثلا نيوز يعني الأخبار لا نيوز يا مستر ما لا بقى عرف عيد الأخبار أقول لك استنى بس اعتبرهم حالات شهزة الأخبار بالنسبة لنا احنا في العربي أنا معاك مش معترض على كلامك خالص والله يموافقك نيوز فعلا تعد في العربي إنما في الانجليزي لأ هي كلمة لا تعد ايه ده وتعامل معاملة المفرد آه بس انت قلتلي ان الاسم اللي ما بيتعدش ما يتحطلوش اس الجامع طب هو مين قال لك ان انا حط اس الجامع انت فاكر نيوز اللي اخيرها اس دي اس الجامع لأ طب شيل الاس دي كده هتبقى نيو يعني جديد آه ما بيتش كلمة مفرد صحيح دي بيت حاجة تانية خالص نيوز اصلا شكلها كده اخيرها اس مش اس الجامع كويس نيوز ايه كمان يا مستر المعلومات ايه ده يا مستر ما أنا بعرف عد المعلومات اقول لك ما احنا بيقول لهو في العربي آه في الانجليزي لأ طيب النصيحة يا مستر ما أنا بعرف عد النصيحة نصيحة واثنين وتلاتة يا سيدي ما أنا بيقول لك الحاجات دي عندنا في الانجليزي لا تعد ماني النقود ايه ده طب ما احنا بنعد الفلوس بتعد الجنيهات والقروش انما بتعدش الفلوس نفسها ما بتقولش فلوسها فلوستين تلات فلاليس صح كده يبقى الماني لا يعد ايه كمان فرنيتشر الاثاف او عبش البيت لا يعد ويه كمان الامتع اللي هو لما حضرتك مثلا تتجاهز شنطتك ويتسافر فبتحط الامتع بتاعتك في الشنطة اه اسماء تعد واسماء لا تعد تعال بقى نشوف الكلام ده مكتوب ازاي في البيت ايه في اللي قدامنا خلي بالك كان مهم قوي ان انا ارغي معاكش شوية دول الخمس دقائق دول او ست دقائق دول علشان انت تحفظ الكلام ده لانه لما تحفظه قبل ما يبدأ الموضوع هيفرق معك جدا 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 تعال بقى نشوف اللي مكتوب بيقول ايه الاسماء التي تعدها الاسماء التي يكون لها شكل مفرد اه بتنفع تبقى مفرد زي باك ايوه وينفع تبقى جمع زي باكس ايوه يبقى الاسماء التي تعد لها مفرد وليها جمع المفرد بتاعها بيبقى قبل او او ان زي ما اتفقنا عظيم جدا طيب تعال نشوف بقى ايه كمان زي امان ومن زي اجورل و جيرلز زي اتيتشر وتيتشرز زي انت ناملو وانت زي ايج و ايجز عظيم مثال خدت بالك انت من ان اكسيدنت دي حطينا ليه ان قالك عشان مفرد لانها هتعد حلو جدا كلمات بقى بتبقى مفرد في العربي وجامع اصلا في الانجليزي ليه لانه بتكون من جزئين اي حاجة بتتكون من جزئين ماينفعش نستخدم واحدة من دون الاخرى تبقى جامع زي مين زي ساندلز ساندل حضرتك بتلبسه الكلمة دي جامع عندنا في الانجليزي حتى بقتو تلاقي اس يا اخي الميزان الشراب الشوز الحزاء الشارت البنطلون البنطلون المقص اي حاجة بتتكون من جزئين ماينفعش استخدم واحدة من دون الاخرى تبقى جامع طب ما تديني مثال قلت عليه ار ليه لانه جمع لانه اتنين لانه مايفعش استخدم واحدة من دون الاخرى طب افرد مثلا قلت زوجهم من الحزاء قال لك ساعاتها بقى ده زوج واحد بس جوز جزمة زي ما بيقولوا عليها فده يبقى واحد بس يبقى مفرد فعشان كده قلت عليه وساعاتها تقدر تعد بقى وهكذا طيب تعال بقى نكمل كلامنا في كلمات اصلا دايما جمع يعني ايه كلمات دايما جمع يعني كلمات معينة كده اول ما تشوفها تقول بقى استدو الجمع يعني ياخدو وياخدو الفعل اللي من غير اضافة مش الفعل لزاد اس وياخدو هاف وما ياخدوش هاز وياخدو دوق ما ياخدوش داز مين هما الشرطة الملابس جودز البضائع الأسلحة الجيوش البقايا الماشية وبالتري السروة الداجنة او الدواجن عموما الكلمات دي اصلا جمع على طول عشان كده في المسال قالك دا بوليس ليه لانه هو عارف ان دا بوليس دي كلمة جمع طيب في كلمات بقى بتيجي مع اللي يتعد بس بس خبالك لازم يكون اللي بيتعد دا جمع عشان تستخدم معاك كلمة دي زي مين زي اول كلمة بس عايز اقول لك على سر بينه وبينك وما تقولهوش لحد دي بتيجي مع اللي يتعد ولي ما يتعدش بس احنا للوقتي عشان بنتكلم مع اللي يتعد بس فقولنا بتيجي مع اللي يتعد بس بعد شوية هقولك انها بتيجي مع برضو اللي ما بيتعدش يبقى اللطوف تيجي مع اللي يتعد ولي ما يتعدش هي بس طبعا هنا بنقول اللي يتعد خلاص نمشيها اللي يتعد ادي فريندس اسم يعد سخد بالك اقعد تقول صديق واحد ازاي يتبقى اللطوف جامع وازاي فريند ما ينفعش صح طيب كمان عندي كلمة ميني يعني كثير للعدد واللي جاي منها مور المقارنة وموست التفضيل ميني يعني كثير بتيجي ملا يتعد بس على فكرة ملا يتعد بس انما مور وموست بتيجوا مع الاتنين وهقولك بعد شوية ليه لان المقارنة مور والتفضيل موست دول بيجوا مع الاتنين لان المقارنة مور دي بتيجي المقارنة بتاعة ميني وبتاعة مطش وبرضو موست بتاعة ميني وبتاعة مطش فهي تيجي مع الاتعد وما يتعدش الكلام ده معمور ومست بس إنما ميني لأ ميني تيجي معلي تعد بس نادا كانت ريفايز ميني بايمز بايمز يعني قصائد ودي كلمة تتعد بعدين أفيو وفيور وفيوست برضو بتيجي معلي تعد بس هو هتنسى إن الحاجات دي بيجي بعدها يسمي وعدة أه بس جمع لازم جمع ما يفعش أقول القليل من الطالب لأ القليل من الطلاب سم يعني بعض وبالمناسبة عايز أقول لك إنه سم زيها زي الله طفوف تيجي معلي اتنين وإني برضو يعني أي اللي بتيجي برضو مع الاتنين بس سم بتيجي في جملة مسبتة وإني بتيجي في جملة منفية أو في السؤال كويس جدا بس برضو سم جاية بعدها اسم جمع وإني جاية بعدها اسم جمع كم عدد البنات على فكرة كلمة من الكلمات اللي بتيجي معلي تعد بس عشان فيها ميني آه كم عدد طب بس لازم يكون جمع زي ما اتفقنا لا مش محتاج أي كتب تمام كلمة يعني واحد من دي بيجي بعدها طبعا اسم جمع يعني أقول مثلا واحد من الطلاب طب والفعل يبقى مفرد الله إزاي قالك ما هو واحد من بقى ما هو مش الطلاب كلهم يبقى لما يقول لي واحد من زملائي الله انت قلت دازنت ليه ليه مفرد يا أخي قالك عشان مش بتكلم عن صحابي كلهم أنا بتكلم على واحد بس منهم واحد من الزمائي اللي ما بيحبينيش تمام فيهبنا الفكرة كويس فيه كلمات ده تحس ان هي تنفع جمع وتنفع مفرد ما تهزرش يا مستر واو الله مش بهزر فيه كلمات أصلا زي ستاف ستاف يعني مجموعة العاملين في مكان شوية الناس اللي بيشتغلوا في أي حتة في الشركة مثلا اسمهم ستاف والله لو أنا أقصد بيهم لستاف كله على بعض وشيلة واحدة يبقى مفرد المجموعة اللي شغالها هنا عظيمة قلت عليها إز لأنها مفرد لكن ممكن أتكلم عنهم عن واحد واحدة زى ستاف مثلا قلت عليهم مورك ما قلتش واركس ما حطتش القس بتاعت المفرد ديه قالك ما هم ما يمشي يتعامل معهم مفرد أو جمع يعني فيريستي الجمع نيفي اللي هو الأسطول السكان جروب مجموعة حكومة تيم فريق مجلس أسرة يعني زوج يعني التاقم السفينة كراود ازدحام وجانجة صوبة وبابليك العامة مستر هشامز فاميلي 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 اوكي إز الله يعني انت قلت إز قالك يا سيدي ما أنا قلتلك فاميلي تنفع كده وكده طب بص الجامل الجملة بعدها ماي فاميلي آر الله ايه يا اخي احفظ بقى الكلمات دي تنفع مفرد وتنفع جمع طيب في بقى شوية حاجات المفرد بتاعها شبع الجمع بتاعها يعني ده بيسموه جامع شاز زي مثلا كلمة ميمز يعني وسيلة وميمز يعني وسائل شايفها اهي زي وسيريس وسيريس زي وسبيسز وسبيسز زي شيب يعني خروف وشيب خرفان او غنم زي دير غزالة ودير يعني غزلان الفرق الوحيد لو انت مركز هتلاقي ان الفرق الوحيد مع المفرد بيحط مع الجامع بيحط مع الجامع بيحطش مع المفرد بيحط مع الجامع بيحطش لان المفرد والجامع فيها شابه بعض الاتنين زي بعض تمام يعني العربية وسيلة مواصلة تعدي بقى الامثلة دي وتعالى ندخل على الجزء اللي بعده الاسماء التي لا تعد لا يضاف لها اس في الجامعة طبعا خلاص اتفان على كده وهي تعامل معملة المفرد برضو اتفان على كده ومن الاسماء التي لا تعد الكميات واللغات والاسماء المجردة والمواد الدراسية ووجبات الطعام وشهور السنة اتفان عليهم وقلنا ان الاسماء المواد وانه الاسماء المعنوية الرياضة الغازات اللغات تمام ميلز الوجبات يعني ايه يعني الظواهر الكونية الظواهر الطبيعية زي ايه زي البرق زي تاندر زي هيت الحرارة زي سنو جاليد زي رين المطر زي كولد البرد زي هط الحرارة زي لايت الضوء زي كل حاجات دي لا تعد يعني السوائل انشطة عموما اي حاجة اخرى الكتابة والسباحة ومش عارف ايه الحاجات دي وبعض الاسماء الاخرى زي الحاجات دي اللي قدام حضرتك اهي دي لا تعد اتفانا من فضلك زاكر دول وركز عليهم كويس طيب كلمات تأتي مع الاسم اللازي لا يعد بقى الاسم اللازي سوري الله يعد في حالة الجامع او الاسم اللازي لا يعد اه فيه كلمات اتفاقنا ان هي تيجي مع دول ودول زي مين فيه كلمات انا قلتلك بتيجي مع ليتعد ولي مايتعدش زي هناveckى室 اه هين بقى استنى هنا الكلمات اللي جاية دي لا مش بييجي مع الاتنين اللي جاية دي لحظة واحدة فيه هنا خطأ كلمات تأتي مع الاسم اللي يعد في حالة الجامع الحتة دي كده مش مظبوطة. ليه? لان ماتش ما بيجيش مع لي يتعد. طيب. يبقى الكلمات اللي جاية دي بتيجي مع الاسم اللي لا يعد. طبعا مور وليس. ولس وليست وصم. واني برضو. يعني زود لي عليهم اني. الكلمات دي زود لي هنا مور ومست وزود لي هنا اني. كل الكلمات دي بتيجي مع اللي ما يتعدش. طب يا مسته بس انت قلت ان في حاجات تيجي مع ده ده. اه. احفظ لي دول. ومور وموست. تاني نقولهم همه خمسة. طب ومش بتساوي لو عايز تعدها تبقى ست. كويس. يبقى الحاجات دي بتيجي مع الاتنين. انها ممتش لقى. وقالت اللقى. ولس لقى ولست لقى. دول بيجي معلما يتعدش بس. طيب. ممكن بقى عشان اه اه اعد الحاجة اللي ما بتتعدش. اعمل ايه? قالك تحطها في عبوة او تحط قبلها كلمة من كلمات التجزئة. يعني ايه الكلام ده? يعني مسلا. طب تعرف تعد المية? مش بترد عليه ليه? تعرف تعد المية? لا. طيب. بس لو حطيت المية دي في ازايز. تعرف تعدها ولا? اه بعد الازايز. بس هو ده اللي اقصده. انك ممكن تاخد الحاجات التي لا تعد تحطها في عبوات وساعتها تعد العبوات. اه باطل اف ووتر. اه جلاس اف ميلك. اه سلايس شريحة اوف ميت. من اللحم. اه بيس اف كيك. قطعة من الكيكة. بس بتعد هنا الكلمة بتاعت التجزئة. بس خد بالك. في حاجات معينة بتيجي معها كلمات تجزئة معينة يعني مش. اي حاجة تيجي مع اي حاجة. زي ايه مثلا? اه بيس اف جيولري. قطعة من المجوهرات. اه سلايس اف كيك. شريحة من الكيكة او ميت. لحمة. اجلاس اوف ليمونيت. اباطل اف ملك. زجاجة من اللبن. اجرين اوف ساند. حبة رمل. الوف اوف بريد. رغيف عيش. اتيوب اوف توث بيست. انبوبة من معجون الاسنان. ابار اوف تشوكليت. قالب شوكولاتة او حطة شوكولاتة. اباكت اوف بيبر. كل الحاجات دي لا تعد. البيبر يعد يا مستر. ما حصلش. البيبر لا يعد يا عزيزي لانه اعتبر مادة خام. احنا بنقطعها لورق صفحات يعني ونعدها او نحطها في ونعدها لكن علشان تقولي الورق نفسه لا بيعتبروا الورق مادة خام زي الخشب وزي الحديد وفي الحالة دي ما يتعدش. اجارف جام بارطمان مربة. ابارف سوب قالب من الصابون ابيسوف ادفايس. ايه ده ادفايس النصيحة بنقول عليها ابيسوف اه حتة نصيحة. احفظها كده. حتة نصيحة. قطعة من النصيحة. يعني اه عنصر من المعلومات. ايتم ده ما لهوش علاقة بايتم عامر خالص. ايتم هنا يعني عنصر. عنصر من المعلومات. اكاب اف كوفي واشيت اف بيبر يعني فرخ ورق واباج اف فلاور يعني اه كيس دي ايه. وممكن اكيل اف فلاور عادي. كويس. بيقولك بقى الحتة اللي جاية دي مهمة جدا. ركز اوي. هنا. العبارات الدلة على الكمية والمبالغ المالية والزمن والتمن والمسافة والوزن وآآ درجات الحرارة تاخد الفعل مفرد. مستر تقصد ايه? يعني لو قلت لحضرتك سيبك من المكتوب قدامك. لو قلت لك عشرة مليون جنيه. انت طبعا تقول ده كتير قوي نقول ار اقول لك لا ده مبلغ مالي نقول از از امانت او او از طب لو قلت لك مسلا ميت كيلو جرام تقول ليا ده كتير ار اقول لك لا از فهمتني? الوزن السعر المسافة الحاجات دي مفرد. تعامل معها لانا مفرد. ادي الامثلة هو بعدين شفت دي حطتلي الفعل اس ليه? قالك لانت عاملتم على انه مفرد. مش هو خمسين لتر دي عبارة عن كمية على بعضها? اه يبقى هي تعامل معها لانا مفرد. هنكمل هنا الامثلة. عشرين كيلومتر برضو واخد بالك برضو خمسين درجة از. في بقى اسماء تعد او لا تعد على حسن معناها. الاسم من دول ليه معناين? لو جايب بالمعنى دا يبقى يعد لو جايب بالمعنى دا لا يعد. مش فاهم يا مستر. اسمع كده واسيبك من المكتوب قدامك. عارف كلمة اللي خدتها زمان في الرجل الحديدي? اه يعني الحديد. حلو. دي مادة خام والمواد الخام لا تعد. اه فعلا. لكن لها معنى تاني. المكوة. المكوة اللي بنكو بيها? اه المكوة. الجهاز المكوة. طب هناك كجهاز يعد ولا يعد? قالك لا يعد عادي. يبقى النقطة دي مهمة جدا وجوهرية جدا. تاني. لو جاب لي الاسم بالمعنى اللي هو المادة الخام يبقى لا يعد. لو جابهو لي بمعنى مكوة يبقى يعد. طيب سؤال تاني. اللي هو اللون البرتقالي. الالوان لا تعد. طب لو قلت لك اللي هي برتقالة. لا البرتقالة تعد. لو قلت لك اللي هو البرد وهو ظاهرة من ظاهر الكونية وهي لا تعد. لكن لو قلت لك اللي هو دور برد. دور برد اه يعد ده مرض. يعد. كويس. يبقى في بعض الكلمات لها معنين. المعنى ده يتعد والمعنى ده ما يتعدش كله على حسب المعنى. يعني الورق. وده مادة خاملة تعد. انما اه يعني الجريدة. ساعة تعد. يعني الزجاج وهو لا يعد. انما يعني كوباي. يعني قهوة. انما يعني اتنين فنجان قهوة. اورنج يعني اللون البرتقالي. انا اورنج يعني برتقالة. ايرون الحديد. ايرون يعني المكوة. لايت يعني الضوء. لايت يعني مصباح. تايم يعني الوقت ولا يعد. الوقت ما بتعدش. ثلاث مرات تتعد. المرات تتعد. كولد البرد ظاهرة ما بتتعدش. انما اه كولد دور البرد يتعد. اير يعني الهوى لا يعد. انما اير يعني المظهر يعد. تشيكن لحم الدجاج لا يعد. انما اتشيكن دجاجة تعد. هير يعني الشعر عموما لا يعد. انما اهير يعني شعراية تعد تن يعني مادة القصدير ودي مادة خام لا تعد انما اتن يعني علبة ودي تعد نبدأ بقى نتكلم عن امتى بستخدم ا او ان اقول لك على حاجة برضو سيبك من المكتوب قدامك اسمعني الاول ا او ان دي معناها يعني ايه وان قالك يعني لما حط ا او ان قبل الاسم ده معناها انا بقول واحد ا بوك يعني كتاب واحد ا بين يعني قلم واحد ا كار يعني عربية واحدة. ف ا او ان دي حاجة اسمها ادوات نكرة للمفرد. تاني احفظ ادوات نكرة للمفرد. بتتحط لما يبقى الاسم يتعد. ما يفعش احط اوطر مياية. ما يفعش. هي لازم تكون حاجة تتعد. وبشرط تكون تتعد بس مفرد. ما يفعش تبقى جمع. ما يفعش اقول اه يعني واحد وبنز يعني اقلام. ما يفعش اقول اه واحد ترابيزات. ما يفعش. فيبقى ا او او ان تتحط قبل اسم يعد. وفي نفس الوقت مفرد. يعد مفرد. ونكرة. يعني يا مستر نكرة. نكرة يعني موجود منه كتير في الدنيا. يعني مسلا لما اقول لك يا بن اديني قلم. اي قلم مش تفرق بقى في ملايين لقلام عادي. عشان كده بتتحط او او ان قبل الوظائف. لان الوظائف دي موجود منها كتير. يعني لما اقول لك مسلا ايه. ا دكتور. ا دكتور ليه? لانه في ملايين الدكتور في العالم فبالتالي اه هو واحد منهم. لما يكون الاسم بيذكر لاول مرة. اصل الاسم لما يتقل لاول مرة بيبقى مناكرة. ازاي يعني? لما اقول لك مسلا قبلت ولد. انت تعرفه? لأ. انا عرفه? لأ. احنا ليس ما نعرفوش يبقى مناكرة. لكن بعد شوية لما تكمل كلامي واقول لك الولد ايه كزا ساعتها بقى بايه معرف? ساعتها تقول ايه? ايه ده? يعني انت قلت ازاي? اقول لك ما خلاص ما اصبح معروف بنتكلم عن مين? يبقى ذات تحط لو الاسم تقل تاني مرة. لانه خلاص. يوم ما تسألني تقصد مين اقول لك يا عام اللي انا لسه يقول لك عليه اللي انا قابلته. ما احنا لسه نتكلمين عنه من شوية. يبقى اا توضع قبل الاسم المفرد. اللي بيتعد النكرة اللي متقل اول مرة واللي فيه منه كتير في الكون. تعال بقى نشوف الكلام ده. نضع اا قبل الاسم المفرد. انا بتكلم عن اا وانخد بالك. قبل الاسم المفرد الذي يعد اا هنا بقى لما بيتكلم هنا اا يبقى لازم يبقى ساكن بس. ازاي مستر هو فيه حاجة اسمها ساكن ومتحرك اا بنضع اا قبل الاسم اللي بيبدأ بحرف ساكن وبنضع ان قبل الاسم اللي بيبدأ بحرفه متحرك. بس اخد ذلك. يبدأ بحرف ساكن او يبدأ بحرفه متحرك دي لها علاقة بالصوت. بالنطق. يعني ايه مستر الكلام ده? يعني لما اقول لك مثلا كلمة اور. اور يعني ايه? اور يعني ساعة. طب اور دي بتبدأ ب اتش صح? اا. بس انت بتنتقل اتش? لا. طب بتحط اور الان? قال لك هي. عشان بتبدأ باتش المفروض اقول اا. لا ما حصلش. ليه ما حصلش? قال لك لان انا اللي يهمني ان هو النطق. انت بتنتقها ازاي? انت بتقولها هور? لا طبعا يا مستر ايه هور عيب? انت بتقول ايه? قال لخلاص. طبعا ما بتنتقش الاتش يبقى نبدأ بالحرف الساكن ايه بنبدأ بالنطق في المتحرك اللي هو الو يبقى نحط ان مش اا. ان مش اا. تعالوا نشوف كده. الموضوع اللي هي علاقة بالنطق يا رجالة? بالنطق مش بالكتابة. بالنطق. يعني انت شوف انت بتنتق ازاي? وتحط اه ولا ان? طب حط ان ازا بدأت الكلمة بصوت مش بحرف. بصوت متحرك. وبتحط اه? ازا بدأت الكلمة بصوت ساكن. برضو مش حرف. مليش علاقة بالحروف انا. مليش علاقة بالكتابة. يعني ليه علاقة? بالصوت. هي مكتوبة بطريقة انما النطق بتاعها ليه طريقة تانية. طيب. تعالوا كده نشوف. نضع ا قبل الاسم المفرد الذي يعد. طبعا لازم يكون يعد. اه ولازم يكون مفرد طبعا. البادئ بساكن. زي ونضع ا قبل الاسم المفرد الذي يعد البادئ بحرف الاي. ده متحرك يا مستر. استنى بس اتقل. او يو. يا مستر ده متحرك يا عم اتقل. ولكن ينطق يا. يا. حرف الاي واليو لو اتنطقوا يا. 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 كده يبقى ساكن مش متحرك. مش اتفقنا ان الموضوع ليه علاقة بالنطق? اه. قالك امتى بيبقى حرف اليو او الاي متحرك ونحط له قان. الحروف المتحركة هتدي لك سر بقى مش بيت. الف كتب. الحروف المتحركة اللي تحسته انت بتنطقها ان فيها همزة. ا ا ا ا ا ا همزة. الف فتحة ا. الف كاسرة اي. الف ضمة ا 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 زي لا يا بش. ده كده يبقى ساكن مش متحرك. يبقى شرط ان الحرف يعتبر متحرك ازا بدأ الصوت بتاعه بهامزة. اه. اه. لكن لو يتنطق ايه? لا ولا الهوى. ده ساكن وعادي ياخد اه. زي جامعة. زي ايروبيان. اوروبي. زي موحد. زي شيء مفيد. دي صفة يا مستر. اه ما انا اعرف بس انا حطت ال ا هنا علشان شيء. قال لك لما تبقى صفة وبعدها اس نحط قبلها ا. ايونت يعني واحدة. طيب. نضع ا قبل الاسم المفرد الذي يعد البدء بحرف الاو. لا اله الا الله يا عمي مش قده متحرك. ازاي تحط ا مع حرف متحرك. اقول لك هتقل بس. ولكنه ينطق و. ما فيش همزة. زي وان. طريق اتجاه واحد. قلت وان فحطت ا. لان كلمة وان بتبدأ بال او. صحيح صحيح ال او. بنعتبره متحرك بس نطق هنا و و و. زي الديو. خلاص. ما بقيش متحرك. كويس. نضع ان. قبل الاسم المفرد البدء بحرف الاي والاي والاي والاو بس الكلام دا لو بنت نطقه كده. زي ان اليفانت ان ابل ا ان اورنج ان ابريلا. ان ايتم ان انكل. نضع ن قبل الاسم المفرد الذي يعد البدء بحرف ساكن صحيح. ولكن لا ينطق ويليه حرف متحرك وينطق. زي مثلا an hour an honest man an x-ray اقول لك الله x-ray مالها دي اقول لك x اتنطقت ال x الوحدها هي شعة x يعني اتنطقت ال x الوحدها فطالما ال x اتنطقت له وحدها شوف بقى نطق ال x دي فيها همزة ولا ايه x اكس اه كده يبقى في همزة يبقى متحرك يبقى an x-ray an air يعني وريس اللي هو بيورس حد برضو ال h لا تنطق واول حاجة اتنطقت عندي هي ايه حرف ال i الهمزة طيب امتى بنستخدم ا وان عندما يذكر الاسم لاول مرة لانه كده اسم ناكرة يذكر لاول مرة يا بناكرة عارف لو اتقل بعد شوية تاني يبقى معرفة ونحط زي عندنا بايه طب ما عندي ملايين البيوت ايه المشكلة في ملايين البيوت في كل حالة مليارات البيوت يبقى لان في بيوت كتير فهنحط ا طالما الاسم يذكر لاول مرة تمام لنشير الى واحد من عدد او من مجموعة او في كتير يعني في عربات كتير اوي فا كار عربية من عربية دي هو لاعب ان اوار تيم لنشير الوظائف زي ما اتفقنا الوظائف بتاخد ا او ان لانها ناكرة كتير يعني نستخدم ا او ان في جمل الدالة على التعجب اسلوب التعجب عندنا في الانجليزي عبارة عن ايه عبارة وات تاني وات ا صفة التركيبة دي اسمها اسلوب تعجب وات ا صفة يعني مسلا يا لحو من طالب ماهر يا له من فيلم مثير ده اسم اسلوب تعجب بتحط وات وبعدها ا او ان وبعدين صفة طبعا هنا كتبنا ا علشان كليفر وهنا كتبنا ان علشان بتبدأ بال ايه تمام كده اوكي بنستخدم ا او ان تفتة كابل يعني زوج بير يعني زوجهم من طب ايه الفرقة بين كابل وبير خد بقى المعلومة دي حلوة قوي كابل اتنين من نفس الحاجة ممكن نفصلهم عن بعض يعني قلمين كابل اوف بنز كتبين كابل اوف بوكس حكتين من نفس الحاجة ينفع ناخد ده الواحد وده الواحد وده بنسميه كابل انما بير اتنين من نفس الحاجة لا يمكن فصلهما واستخدام واحدة دونها اخرى Pair of shoes Pair of socks شراب Pair of trousers بانطلون Pair of glasses نضارة مايفاش تردم واحدة وتسيبه التانية فدي تاخد إنما قابل الحاجات اللي ممكن عادي تفصلهم واحد ومراضه دول قابل بس ممكن ينفصله واحده وصحبه دول ممكن ينفصله فبنسميهم قابل نكمل قبل بعض أسماء الأمراض الشباب نحط أقوان عادي على فكرة يعني برد وهدك صداء يعني ألم أسنان يعني ألم في المعدة الجنسيات كمان بنحط معاها آ و آن زي ولد إنجليزي ولو في صفة متبوعة باسم وأنا اتفاقت مع حضرتك إنه لو في صفة متبوعة باسم فأنت بتحط آ و آن نسبة إلى إيه نسبة إلى الاسم تمام فبنقول آن يعني قصة واحدة مسيرة بالطبع طبعا لا نستخدم آ و آن قبل الأسماء الجمع ولا الأسماء التي لا تعدتها فأنا إن الاسم الجمع ما يفعش نحط له آ ما يفعش نقول آ تيبلز واحد ترابيزات ولا اسم لا يعد ما يفعش نقول آ وطر ميايا ما يفعش ولا طبعا الأسماء المعنوية لأن الأسماء المعنوية كده كده لا تعد إمتى بنستخدم زيه بص هقول لك على حاجة اتفاقت أنا وإنت من شوية قلت لك زيه تتحط قبل الاسم لو تكرر لتاني مرة صح لأنه في أول مرة كان ناكرة لكن تاني مرة معرفة طب ما تدينا مثال بص أولا تقرأ مع بعض بستخدم زيه قبل الاسم الذي تكرر في الجملة التانية وتم ذكره في الجملة الأولى يعني كان ناكرة وأصبح معرفة بص معايا هنا أهو I have got a house أول مرة قلت a with a garden طب كمل كلامك the house البيت is small but the garden is big لإني جبت سيرت البيت مرة تانية وجبت سيرت الجاردن مرة تانية فأصبح معرف فهنا نقول زا ما نقول شيئة طيب إيه كمان قال لك مع الأسماء الفريدة في الكون اللي ما فيش منها في الواحد بس the sun الشمس the moon القمر the universe the cone the war lid نقص L على فكرة war lid هنا نقص L W-O-R-L-D the horizon الأفق the earth الكرة الأرضية the country the tower the sea the sky the pyramid the pyramid the pyramid the state الدولة أو الولاية كل الحاجات دي بتاخد زا بس خد بالك إن كلمة space يعني الفضاء لو نقصد بها الفضاء الخارجي ما نحطش زا إيه ده زا ما فيش غير الفضاء خارجي واحد قال لك اهو سبحان الله احنا مش متفقين إن لكل قاعدة شواز ها دي حالة شازة space الفضاء اللي فوق اللي فيه النجوم والكواكب والحاجات دي ده ما بياخدش زا عارف إمتى بناخد زا مع space لو بنتكلم عن الفضاء اللي هو حتة فاضل يعني مش لاقي مكان احط فيه عربيتي space عشان العربية مش لاقي مكان احط فيه الدولاب space عشان احط فيه الدولاب أو ده space ده يتحط له زا عادي تخيل يعني مسلا بصت كده مثال there are millions of stars في ملايين النجوم فين يا سيدي in space طب فين زا قال لك مش احط لكن هنا I tried to park حاول ترك but the space ولكن المكان was too small كان صغير هنا بتكلم عن مكان مساحة يعني طيب نكمل قبل الاختراعات والاكتشافات بس اذا كنا بنتكلم عن الجهاز كجهاز مش فاهم يا مستر قال لك يعني مثلا the television بنحط زا عادي بس المتكلم عن الجهاز لنفسه يعني حتة الحديدة نفسها the television is on the corner التلفزيون في الركب الجهاز كجهاز انما لو بتكلم عن البرامج اللي بتبث عالشاشة هتقول مثلا I watch television بتفرج عالتلفزيون ما تقولش زا زا ما تتحطش مع الحاجات اللي بتتفرج عليها البرامج يبقى I watch television ما نحط زا انما لما اقول لك مثلا I put the television أنا بحط تلفزيون on the corner او عادي يبقى هنا بحط زا عادي ما فيش مشكلة كل دي بتاخد زا طيب سيبك من الامثلة بقى وتعلي بص معنا الرقم اربعة قبل صفات المقارنة القصوى اللي هي ايه اللي هي التفضيل اللي هي الصفة احمد is the tallest the shortest the most كزا the least كزا the computer is the most important modern invention علي is the tallest boy in the class زا لما بتحط مع صفة التفضيل اه تتحط طيب في حاجة اسمها كلما كلما اللي هي the more you work كل ما تشتغل اكتر the more you earn كل ما تكسب اكتر بنحط زا مع الحاجة بتاعت كلما كلما دي لازم يبقى في زا هنا وزا هنا زا زا تاني اتنين زا كويس الصفة زا بور فقير معناها فقير طب عايزين نقول الفقراء في واحد يقول لي انا سامى واحد ام بعيد يقول لي بورز اقول له لا يا حبيب ما حصلش لا يا بابا مش انا ليه قالك الصفات اللي هي تجمع باس ممنوع الله ما عايز اقول الفقراء اعمل ايه اقول لك حط زا قبلها فتبقى معناها الفقراء معناها الاغنياء يبقى لو حطيت زا مع الصفة كده بنتكلم عن المجموعة كلهم زي مثلا لما تقول الزرافة طويلة هنا بتكلم عن الزرافة واحدة لا انا بتكلم عن الزرافات عموما بس هنا زا جراف هنا بتكلم عن الفصيلة يعني لك تحط زا مع اسم مفرد اذا كنت بتقصد الفصيلة كلها الفقراء اللي هما الاغنياء اللي هما بنت الابرياء ذا بريف الشجعان يبقى ذا مع الصفة اذا كنت بتتكلم عن الجامعة طيب تمام جدا اللي بعده قبل الالات الموسيقية بس في حالة زا كنت بتستخدم الفعل يعني يعزف او يعني يسمع يعني يعلم مش فاهم يعني يقولك مسلا ايه بص باعزف البيانو طب المستر ما يفعش يقول قل لك لا الافعال دي بس هي اللي بتحط زا مع الالات غير كده لا اي بلاي دا بيانو بلاي دا فيلين دا درام دا جيتار دا لوت دا هارب اه بنحط زا مع الالات الموسيقية اذا كان في فعل بلاي او لسن تو او لرن او تيج طب بصلي كده على الامثلة اه عادي حط زا عشان بلاي زا جيتار لكن مش حطت زا ليه لك عشان باي مش من الافعال دي مش من الافعال بنحط معها هزا طيب قبل اجزاء اليوم والعبارات التي تشل الزمن والاتجاه واجزاء الجسم دي حاجات حفظ بقى لازم تحفظ in the morning in the afternoon in the evening the present الحاضر the back الظهر the front المقدمة the body الجسم the brain المخ the head الرأس اجزاء الجسم اسماء الفنادق والمسارح والنوادي والمطاعم ودور السينما واسماء الهيئات والمنظمات والالقاب وكلمة المناخ قلت لك ان في جزء حفظ في القاعدة دي فلازم تحفظها the cinema the internet the office المكتب the radio the theater the army geesh the post office the government الحكومة the police the United Nations الأمم المتحدة the climate المناخ the weather talks the press الصحافة حاجات دي حفظ لازم تعرف حاجات دي تاخد زي ماشي؟ طيب قبل اسماء الاماكن التالية اذا استخدمت لغير غرضها يعني ايه بقى لغير غرضها دي يا مستر قال لك بص يا سيدي سيبك من الاماكن اللي مكتوبة قدامك I got to school ولا I got to the school هقولك الاثنين الفعوة على حسب انت رايح ليه يا سلام اه والله لو انت رايح المدرسة عشان تتعلم ما تحط الزي لان المدرسة معمولة عشان كده I got to school من غير زي I got to school to learn لكن لو انت رايح المدرسة عشان تسلم على واحد صاحبك لا المدرسة مش معمولة عشان تسلم على واحد صاحبك عيب يبقى I got to the school هنا بقى الغرض غير الغرض المعمولة عشان المكان تعال انا قرأ بقى الكلمة دي تاني عشان ما كناش فاهمنا قبل اسمال اماكن التالية اذا استخدمت لغير غرضها غير غرضها بحط زي تمام يعني مثلا my father went to the school كده ابو يا رايح يتعلم لا طالما في زي to meet headmaster عشان يقابل المدير تمام as a visitor يعني كزائر my father went to school yesterday طب ايه ابو يا رايح يتعلم قال لك ما هو ممكن يكون بيعلم الناس مدرس يا اخي طب ما هو مدرس كده رايح للغرض اللي معقول لها عشان المدرسة اه المدرسة دي روح لها اتنين طالب ومعلم المستشفى يروح لها اتنين للغرض مريض ودكتور ساعتها يبوه عادي الغرض صحيح قبل اسم الحيوان الرقم 11 دي انا قلت لك من شوية قبل اسم الحيوان المفرد للمشاريع النوع كله ويأتي بعده الفعل في الحالة دي مفرد اللي دي كل الجمال ذا كامل هنا معناها الفصيرة كلها كل الجمال كلهم طيب قبل اسماء البحار والمحيطات والانهار والقنوات طب والبحيرات قال لك لا الله ليه البحيرات ما تاخدش زي الا اذا كانت سلسلة بحيرات سلسلة جبال انما لو جبل واحد لا لو بحر واحد لا تمام طيب تعالي اخد مثال زي مديترينيان البحر الابيض متواصد زي لتسي البحر الاحمر طبعا زي باسيفيك اوشان في ناس انا سامى حد بقول لي عن ايه المحيط الهادي طيب زي امازون نهر الامازون زي باناما كانال قناة باناما زي انديان اوشان اوشان ما كتبه غلط او سي اي 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 او سي اهي دي صح انقل منها او سي اي 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 اللي هي دي طيب اوكي المحيط الهادي قبل اسماء البلاد اللي فيها كلمة ريبابلك يعني جمهورية كينجدم يعني مملكة يعني متحدة يعني ولاية اي حاجة فيها كده تتحط لها زي عادي تحط زي عادي اسمع كده جمهورية مصر عربية يعني انت حطيت زي عشان فيها جمهورية طب لو هقول ايجيب بس لا مش هحط زي طيب قالوا لها المتحدة الامريكية يعني انت حطيت زي عشان فيها كلمة وعشان فيها كلمة تمام طب لو هقول امريكا بس ولا هحط زي فهمت الفكرة؟ أي حاجة فيها كلمة كينجدوم ستيت ريبابليك يونيون اميريت يونيتد بتحط زيه طب مثال بقى اهو زي يونيتد سيدس اميريك حطت زيه زي يونيتد كينجدد المملكة المتحدة The Arab Republic of Egypt جمهورية مصر العربية تحية مصر زي يونيتد عرب اميريت الامارات العربية المتحدة يوربيان يونيون الاتحاد الاوروبي The Kingdom The Kingdom of Saudi Arabia مملكة العربية السعودية زي ما اتفقت مع حضرتك رقم 14 قبل اسماء سلاسل الجبال مش جبل واحد مجموعات البحيرات مش بحيرة واحدة مجموعات الجزر مش جزيرة واحدة ومجموعات الصحاري والواحد وقادي قدامك الامثلة كلهم بياخدوا زيه طيب الجهات الاصلية اللي هي شمال وجنوب وشرق وغرب بتاخد زيه ارقام الترتيب طبعا The First The Second The Third كل ده ياخد زيه اسماء الصحف والكتب المقدسة الصحف زي ايه زي The Times طب وما الكتب المقدسة زي القرآن والانجيل حاجات دي بتاخد زيه مع الالقاب التي لم يذكر معها اسم يعني ايه لقب زي الملك The King الملك مش محمد مني The King الملك يعني ملك دولة يعني اوكي طيب هقول ذال ايه قالك عشان مش قيل الملك مين طب لو قلت The King فؤاد الملك فؤاد قالك هنا بقى نحط زيه طيب President رئيس لو هقول اسمه هقول مسلا President لا مش هحط زيه انما لو هقول الرئيس بس وهسكت مش هقول اسمه يبقى لا The President Prince الامير لو هقول اسم الامير الامير تشارلز مسلا Prince تشارلز مش هحط زيه انما لو هقول Prince الوحدها كده من غير اسمه لا يبقى حط زيه فهمتني يبقى الالقاب دي تتحط معها زيه بس في حالة انه مفيش اسم الشخص بعدها الكلمات التي تدل على العائلة اه انت عارف ان كلمة زي حاتم زي يعني قالت الاستاذ حاتم زي احمد زي يعني قالت الاستاذ احمد زي علي زي يعني قالت الاستاذ علي وكمان الجنسية زي French الفرنسويين زي English الانجليز زي British البريطانيين وهكذا وطبعا زي Smith اللي هي قالت الاستاذ Smith في حاجة بقى اسمه الاسماء المعرفة بالاضافة يعني هي مستر الاسماء المعرفة بالاضافة قالك يبدأ الجملة يا خويا يقول لي ذمان اقول له الله انت حطيت زيه ما انا معرفوش يقول لي استنى بس اتقل انا هكمل اصبر على رزقك هكمل هيعرفو لي بعد شوية يقول لي الذي يكون كزا يحطي لي هو او هوز او كده يحطي لي ضمير ملكي اسمه وصل اللي هو الذي او التي او الحاجات دي طيب السمكة خلينا نبدأ المثال الاول الطفل ذات ذات دا اسمه صفة وصل او اسمه موصول زي طايميت الولد اللي انا قابلته او الطفل اللي انا قابلته طيب فين اسم الوصل اللي هو بيقول لك هنا البنت اللي لاب صبيض كأنه بيقول لها اللذي يعني او اللتي العشرة اللي انا عملته برضو تاني فيهمنا الفكرة طيب اي حاجة فيها بقى بنحط معها زي في زي طالما في طالما في طالما في عظيم جدا ام الامتة بقى ما بنستخدمش زي امتة بنقول لأ والله ما نحطت زي قال لك الاسماء التي تعد في حالة الجامعة لا الاسم يعده وجامع ما تحطوش زي يعني followers followers ما تقولش زي followers لا خلاص ما نحطش خلاص طيب لا نضع زي قبل التليفزيون اذا قصدنا برامج التليفزيون قلناه نحط نتكلم عن الجهاز كجهاز نحط زي هتقصد البرامج التليفزيونية اللي بتفرج عليها في التليفزيون الحاجات اللي تبسط على الشاشة لا ولكن نضع زي قبل التليفزيون اذا قصدنا الجهاز كجهاز قلناك الاسماء التي اذا استخدمت في غراضها الاساسي بنحط زي برضو قلناه تمام عدي دي رقم اربعة طبعا ما تنساش ان البي دي ايف مع حضرتك تقدر تبص في البي دي ايف وذكر منه اسم بحيرة مفردة او جبل مفرد برضو قلناه طالما مفردة بحيرة واحدة او جبل واحد او جزيرة واحدة خلاص حطش زي امتى بنحط زي مع البحيرات لما تبقى سلسلة بحيرات او سلسلة جبال الصفة المشتقة من الجهات ده مش الجهة الاصلية اللي هو الشمال والجنوب والشرق والغرب لا كلمة ويسترن اللي هو شرقي غربي ايسترن اللي هو شرقي ساوزرن اللي هي الجنوبي نورثرن اللي هي غربي شمالي شمالي دي بقى تحط معها زي الوجبات والمواد الدراسية بص الحاجات اللي لا تعد ما بتاخدش زي عموما فالوجبات والمواد الدراسية ما بتتعدش الشهور وفصول السنة ما بتتعدش ايام الاسماء المعنوية والرياضة والانشطة ما بتتعدش فكل اللي ما بتعدش ما ياخدش زي الاسم المدبوب عالم قلناها طالما فيه الملكة خلاص طالما فيه اسم بعدها ولات ما حطش زي مجد يعقوب طالما فيه محطش زي لو ما كانش فيه كنت قلت كينج لير لو ما فيش لير كنت قلت ذا كينج اسماء المدن والقارات والعواصل ما بتاخدش ذا لان اتفقنا للبلاد اللي تاخد ذا هي اللي فيها كلمة ولاية او اتحاد او الحاجات دي مفيش الحاجات دي لأ حداشر اسماء التي لا تعد عموما الاطعمة والسوال والمودة الخامة والظاهر الطبيعية واسماء اخرى اللي ما بتعدش ما ياخدش ذا اتناشر قبل كلمة وارك وبيد وهم مع افعال يعني ارائف هوم ما نقولش ارائف ذا هوم كم بيد او كم هوم كم وورك جو وورك ما نحطش ذا تمام تعال ان نبدأ نحلم بعض حبة اسئلة علشان ندمرة شوعة مثل نقط هي الحساب دي مادة دراسية اه مفرد ولا جام اي مادة دراسية مفرد بس الاخرها اس ميش دعو مفرد يبقى اس مي فيفورت سوبجيكت بس استنى اس ولا وزماء الاتنين مفرد لك استنى كامل بقى شوف هو بيتكلم عن مفرد بيتكلم عن مدارع ولا بيتكلم عن ماضي لما كنت زمان في المدرسة لا ده ماضي ولكن لا يوجد الكثير من الخبز الخبز يعد ولا يعد لا لا يعد لانه اطعمة الاطعمة لا تعد اللي بيجي مع اللي ما بتعدش هو كلمة ماتش ست اشخاص لا جامعة مش مفرد جامعة يبقى وير اصيبه هاو نوات باتر الزبدة الزبدة تعد ولا لا لا ما تعدش يبقى هاو ماتش كامل الكمية اي تيك انات اوف هاني برطمان عسل اجار اوف هاني اجار اوف هان كل صباح عزران يا سيد العزيز لا مش معقولة كل صباح هاخد برطمان عسل كده هاخد معلقة معلقة هو لا يمتلك نوع فرنيتشر ان هيز هاوس الجملة منفية اه ايه ايه في النفي وفي السؤال ايه في النفي وفي السؤال غنيها ايه في النفي وفي السؤال تعالى بقى ايه نعمل كده السؤال السابق الكتب تعد ولا لا تعد تعد يبقى احنا كده عايزين حاجة تنفع مع الاتعد بس انا عندي الوطف تنفع وفيه تنفع وميني تنفع بس اني مش هتنفع عشان دي جملة مزبتة طيب بس كده بقى كده غلط تعالى نعيد السؤال تاني اهو كده بقى لازم اقرى الجملة الاخيرة there are not enough اه مش كفاية مش كفاية ليبقى كده قليلين وطالما قليلين يبقى في خبرة قليلة الخبرة اللي تعد لان خبرة اسم معناوي فيبقى اه هنعرف بقى هو قليلة ولا كتيرة ما عنديش كتيرة اصلا ما عنديش ماتش يبقى little so he didn't get the job اه a little experience ينسى اني خبرة قليلة are there not biscuits left? هل في اي بسكوت متبقي ده سؤال? طب السؤال بيجي معا ايه? قال لك ايني? ايني في النفي وفي السؤال? ايني في النفي وفي السؤال? he hasn't got هو لا امتلك نقط language sorry luggage امتعة. اه luggage الامتعة لا تعد معايا فبالتالي اه عايزين كلمة بتيجي مع الحاجات اللي ما بتعدش فعشان كده اطلع ميني برا? والوت ما تنفعش عشان عايزة اوف طب يطلع ماتش ولا صام? قال لك صام ما تجيش في الجملة المنفية. ماتش لوحدها. بعد ما يخلص المدرسة. do you have not sugar in our tea? هل انت عندك اي سكر او سكر قليل او كتير هنعرف دلوقتي في الشاي? خلينا نقول ان السكر لو عدف عشان كده ميني وره? طب قال لوت عايزة اوف يبقى ماتش. please can you go to the shops and buy a not of honey? ويشتررنا بقى هنا برطمان بقى معلم لانه هنا مش معقولها يشترم علاقة هاني. ولا اه برطمان مربع. اجار اوف هاني. طيب نكمل. number fourteen. can you pass me the not of cake? ممكن تناولني كده the piece of cake. قطعة من الكيك piece of. تاخد piece. he looks different. يبدو مختلفا because he has had his not cut. لانه شعره شعرية واحدة? لأ جم. الشعر عموما لا يوعد يبقى hair. الكلام عن الشعر عموما لو شعرية واحدة يبقى اه بس طبعا مش معقول يعني. هنقول شعرية قصت فغيرت شكله. I like two cups of محتاج في انجانين من ابل من فضلك. two cups of coffee. coffee. القهوة. كويس. the air in the mountains. الهوى اللي في الجبال. الهوى لا يعد. خد بالك. واحد يقول دي الجبال اقولك انا بتكلم عن الهوى. الهوى اللي في الجبال. not always so fresh. طبعا يبقى از. لا يعد يبقى مفرد. اي شيء لا يعد يوعمل معملكة المفرد. what do you like not sugar with your coffee? تحب تاخد السكر مع الكوفي بتاعك? هو شجر يعد ولا يعد? لا. لا يعد. فطبعا هنطلع ميني بر. مركز معي? طيب. وصم مش هتيجي عشان? لا. ستنى بس علي. وقالو طف مش هتيجي عشان مفيش اوف. يبقى صم ولا ايني? طب ده سؤال يا مستر? قالك لا. سؤال عرض او طلب. ما هي صم بتيجي فين? صم بتيجي في جمع المثبتة او سؤال عرض والطلب. وهنا هو بيعرض عليه. يقول بتحب بتاخد شوية. سكة كده مع الشي. عرض. عرض. ده مش سؤال عادي ده عرض. سؤال عرض والطلب بتاخد صم. ايوان تتو ريت اريتر عايز اكتب خطاب. كان ايبارو ممكن استلف. انت هنا عايز تستلف. بعض الورق علشان هتكتب عليه. خلاص? طب ولا ورقة واحدة. قالك لا. اه هقول صم. صم بيبر. طب ليه مستر هتقول صم بيبر? لانه ما ينفعش اقول اي بيبر لان بيبر معناها جريدة. جورنان يعني. صم بيبر هنعتبر ان هو شيء لا يعد. اثناء الليل انا بفضل اسمع مزيكة. صم ميوزيك. بعض المزيكة. صم لان المزيكة لا تعد. فممكن احط صم على الحاجات التي لا تعد. وي محتاجين اشتري شوية لبن. وي هاردلي هاف نقط ليفت معا ديناش تقريبا متبقي. طب هاردلي دي تعتبر عملت ايه الجملة. هاردلي تساوي نط. نفي. فبالتالي بنحط ايه عشان الجملة تعتبر منفية. الالف جنيه. طبعا مفرد مشي. طب هي الالف جنيه دي. في النهاية مبلغ من المال. فهو كلمة لا تعد. ونتعامل معنا انها كلمة لا تعد. ونقول much. too much. لان المبلغ المالية كلمات لا تعد. او لا تعد. ونتعامل معنا انها مبلغ. you should be very carefully. المفروض تكون حريص when you drive. لما تسوء العربية. when you drive the car. the car. العربية عموما اللي هي العربيات. يعني متكلم هنا عن العربيات عموما. تمام. زي don't need not advice from you. هم مش محتاجين اي نصيحة منك. بس هنا في نقطة. زي don't need هتنفع تحط اه? قالك لا ادفايس لا تعد. طب تنفع اه? قالك لا ادفايس لا تعد. طب ينفع ذا? قالك لا لا تعد وبتحطش ازاي. وما لأقول ايه? no article. يعني ولا حاجة. مش حط حاجة. my sister goes to school on نقطة بس. طالما فيه on يبقى لازم فيه اداة في النص. خد بالك. وسائل المواصلات. تاخد on او in لو فيها اداة. ناكر او معرفها. مش مشكلة بس المهم في اداة. طيب. هي بتروح المدرسة في اوتوبيس معين? لا. on a bus في اوتوبيس يعني اي اوتوبيس. ما فيه ملايين الاوتوبيسات يعني. فاكر لما قلت لك ناكرة يعني واحد من الاف من ملايين. I spent the holiday قضية الاجازة in not country. the country in the reef. ما ده expression على بعضه. the country. الريف. hard work العمل الجاد always leads to success. النجاح. النجاح كلمة لا تعد. وما بتاخدش اداة اصلا. france. france is an european country. ازاي? قال لك عشان. sorry. a european country. ازاي? قال لك عشان هي صحيح بدأ ب اي. بس ال اي هنا تنطقت ي. european. european. فبالتالي طالما ال اي تنطقت ي يبقى an. يبقى a. sorry. نقط فيزيكس. الفيزياء مادة دراسية. والمادة دراسية لا تعد. تمام? وبطالما لا تعد يبقى مش تاخد لا ولا وطبعا ولا زى وهي بقى no article ولا حاجة. ايوش ولا لايك watching tv برضو ولا حاجة لان انا بتفرج على البرامج اللي بتوبس فما حطش زى. لو كنت بتكلم عن الجهاز كجهاز كنت احط زى لكن طالما البرامج لا. ما حطش زى. وبالشكل ده يكون حلت معاك التلاتين جملة الاولى. هاسب لك العشرين الباقيين عشان تجرب نفسك فيهم. واي سؤال يقف قدامك وما تعرفش تجاوبه ابعته لي على ناجة شات صوره وبعته لي يقول يا مستر انا مش عارف اجاوب السؤال ده. وانا هجاوبه لك ان شاء الله. بحبكم في الله. اشوفكم دايما على خير. الى اللقاء.